خلينا نروح بقى حنسيب شوية كرة القدم وخلينا نروح لصفقة من صفقات النادي الأهلي تحديدا في كرة السلة سلة الأهلي دلوقتي عايزة أقول لكم الفريق بتاعها تقيل قوي لأ تقيل قوي وفي تطور ملحوظ على الأرض في الفترة الأخيرة من خلال كمان الأرقام يعني هم نتكلم كده بنقول خلاص أدأ وخلاص لا من خلال الأرقام كمان مبارح كابتن خالد العودي مدير عام النشاط الرياضي أعلن الاتفاق على ضم المحترف والتر هاتش ده لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال هيبقى إن شاء الله من بداية الموسم الجديد اللاعب مفروض أنه هو حينضم لمدة موسم واحد لحد دلوقتي هتشعرف بعد كده إيه اللي هيحصل طبعا في إطار جهود مجلس الإدارة وبرئاسة طبعا كابتن حمود الخطيب لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية طبعا لمختلف فرق النادي الرياضية واللي بتطالب بأي حاجة زي ما بيتقال الإدارة أو مجلس الإدارة ما بيتأخرش أي لعبة أي رياضة أي مشكلة فيه أي رياضة في النادي أو أي شيء الجهاز عندنا أو الإدارة بتحلها على طول اللاعب كمان خليني أقول لحضرتكم لعب تقيل هو حيمثل إن شاء الله إضافة مميزة للفريق والتعاقد معاه جاء طبعا وراءا على ترشيح من جانب الإسباني أجاستي بوش المدير الفني للفريق واللي كلنا عارفين منذ قدوم أجاستي بوش بردو التطور الملحوظ اللي على الفريق ظهر بشكل كبير جدا أجاستي بوش من المدربين التقال قوي قوي واللي عنده سيفي حلو قوي واللي من ساعة قدومه فعلا للنادي الأهلي عمل طفرة كبيرة جدا كمان بين نفسية اللاعبين أداء اللاعبين ثقة اللاعبين في الأرض أو في الملعب يعني كل التوفيق إن شاء الله إحنا متفقلين جدا بكمان الصفقات اللي عمالة أن هي تتم بإذن الله ده ياخدنا لرانكينج تاني خالص مع النادي الأهلي في الرياضات المختلفة